موسيقى ترى الصرق الحياكة بطريقة مختلفة بالسنارة وتكون بيئة الخيوط العريضة وفي عنا العديد من الأياتم اللي ارجيكم إياهم من أحزمة بلت عم تعملهم بطريقة لذيذة وهدول أكتر منحس إنهم لفصل الشتاء لإنه حتى الماتيريال خميلة فبتطلع حلوة مع فستان أو مع بنترون واحدة من الإشياء اللي بحب إنه تشوفوها هذا البلت وأنا أصلاً لابس بلت بس هذا واحدة من اللذيذة اللذيذة اللي ممكن إنكم تسفيدوا منه مثل ما ذكرت بفصل الشتاء الشي تاني بحب أورجيكم إياه بهذا أو من هدولة الأيتم اللي عم بقدمونا إياهم مكرمة هو هذا أو هاي العلاق هاي القطعة لذيذة كتير لإنه في إلها أكتر من استخدام ممكن إنه إحنا نعلق عليها شالات ممكن نعلق عليها أحزمة وبرضو ممكن إنه إحنا نعلقها بالحمام نعلق عليها البشاكير بطريقة مرتبة وبتكون بستايل مختلف عن الستايل اللي إحنا متعودين عليه دايماً الشي تاني عم بقدمونا إياه هادي الإطعاء اللذيذة هاي الإطعاء عبارة عن حمالة أوار الزريعة تخيلوا دايش شي كمبدأ لطيف لذيذ مختلف عن إشياء وفكرة حلوة إذا إنتوا عندكم بلكونة داخلية ومأززة يفضل إنه عشان هاي الماتيريين ما تخرب من الشتاء تعلقوها على الحيت وتحطوا فيها المظهرية أو تحطوا فيها أوار الزريعة الصغير تعلقوا على الحطات هي منظر جمالي كتير حلو إشي تاني ممكن إنه تستفيدوا منه هي هادي التعليقة اللطيفة اللي ممكن تعلقوها بالبيت برضو هي بصفي جيداريات إشياء لطيفة ممكن نضيفها على المنزل حتى يعطي لمسة مختلفة غير هادي الإطع اللي موجودة عندي على الطاولة بحب نعمل فوكش بيز على الطاولة اللي موجودة عنا برضو هادي الطاولة برضو من مكرمة بإمكانكم منكم تحصلوا على كل هادي الأيتم من خلال بازار رؤية والويب سايت الخاص ببازار رؤية وإشي تاني منحب إنه تشوفوه هو هذا الشرشف لما منحكي عن قدي حلو يكون في عنا هيك كل فترة وتاني نغير الثيم اللي إحنا حطينه بالبيت هذا السي ممكن يتغير بالتغيير القطع اللي موجودة داخل المنزل موش طرح تكون قطع أساس كبيرة ممكن تكون الشرشف اللي احنا بنحطه على الطاولة أو القطع الوسطية اللي بنحطها على الطاولة وهذا برضو واحدة من الأفكار اللذيز اللي ممكن يكون لها بكتير لفصل الشتاء بيعطي ضفة ومن لونه اللذيز وطبعا فيه ألوان مختلفة ومتعددة عم بيقدمو لكم إياها مكرمة إذن المرة تانية إذا انتو حابين تعرفوا تفاصيل عن هذه الأيتم كلياتها بإمكانكم تزوروا بازار رؤية الوابسائط الخاص عم بيظهر قدامكم على الشاشة وبرضو بإمكانكم تزوروا صفحتنا على الانستغرام رؤية بازار أو بازار رؤية حتى تعرفوا المزيد من التفاصيل عن مكرمة وعن العديد من الأيتم الثانية اللي بإمكانكم تتضعوها متمنى أنكم تكونوا استمتعتوا برحلتنا بازار رؤية لليوم رح يكون فيكم مزيد من التفاصيل بكل حلقة من حلقة دنيا دنيا